بعد زيارة استغرقت أربعة أيام لمستوطنات إسرائيلية في محيط غزة، والتي شهدت هجمات شنتها حركة حماس مطلعة شرين الأول ومناطق في الضفة الغربية، طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر. خان عدى الهجمات على المدنيين الإسرائيليين من أخطر الجرائم الدولية، مبيناً أن المحكمة الجنائية الدولية أنشأت لمواجهتها، عارضاً على تل أبيب تقديم يد المساعدة للتحقيق في هجمات حماس، رغم أن إسرائيل ليست عضو في المحكمة ولا تعترف بها. كما دعى خان إسرائيل إلى بذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين في قطاع غزة خلال هجماتها على عناصر حماس، ومنع المستوطنين الإسرائيليين من مهاجمة الفلسطينيين في الضفة الغربية. المده العامة الدولي شدد على حصول المدنيين في قطاع غزة على كامل احتياجاتهم من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية دون مزيد من التأخير وبوتيرة كبيرة على نطاق واسع، إلا أنه دعى حماس إلى عدم إساءة استخدام مثل هذه المساعدات. يشار إلى أنه في أعقاب هجمات حماس في السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها تتمتع بالولاية القضائية على جرائم حرب محتملة ارتكبتها حماس في إسرائيل والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة.